تواكب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية أحدث الأنظمة واللوائح في القطاع الصحي كما تطور الهيئة من عملها بشكل مستمر لتحقيق رعاية صحية تشعر المريضة بالأمان أثناء تعامله مع أي مؤسسة طبية دوافع وطنية ومواكبة لتضلعات الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030 يرتقي العمل في القطاع الصحي بمملكة البحرين للوصول إلى ريادة البحرين في السياحة الطبية والأهداف المنشودة التي يرقب كل قطاع صحي في الوصول إليها نحن في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نعمل على تنظيم القطاع الصحي الخاص والحكومي وتسهيل الإجراءات للاستثمار في مملكة البحرين لدينا الكثير من الطلبات لمؤسسات متخصصة مثل المصانع الأدوية ومؤسسات متخصصة مثلا في القلب وزراعة الأعضاء أعتقد أن البحرين ستشهد تطور كبير في القطاع الصحي خصوصا مع تطبيق الضمان الصحي مستقبلا وتغيير وتطوير النظام الصحي بشكل عام الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أخذت على عاتقها مهمة وطي الأحكام الخاصة لمجال الرعاية الصحية في البحرين لتحسين القطاع الصحي وجعل البحرين مركزا للسياعة الطبية وذلك من خلال الاهتمام بكل ما ينظم القطاع الصحي من لوائح وأنظمة شهد هذا العام الكثير من الإنجازات لمملكة البحرين على مختلف الأصعداء سواء التجارية أو الاقتصادية أو الرياضية وفي المجال الصحي أيضا شهد الكثير من التطور ولاحظنا الكثير من الإجراءات تمت لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي إن النهوض بالقطاع الصحي في المملكة وتنظيمه يحقق أحد الغايات المهمة وهي شعور المرضى بالأمان أثناء التعامل معي مؤسسة بالإضافة إلى تعزيز اتخاذ القرار الصحيح من قبل العاملين في تلك المؤسسات لضمان تقديم أفضل الممارسات في البلاد وتمارس الهيئة أعمال تطوير الخدمات الصحية جودة والكوادر الطبية تدريبا وتأهيلا وتعزيز ذلك بالخبرات المهنية العالية وبأحدث المعدات والأجهزة بالشكل الذي يجعل العلاج داخل مملكة البحرين هو الخيار الأفضل أمام المواطن ضمان المهنية من قبل ممارسي المهنة ورعاية صحية أمنة ورحيمة وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاق أهداف تمضي بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بجهود وطنية مخلصة وتسير ثابتة باتجاه تحقيقها بجهود وطنية مخلصة وتسير ثابتة باتجاه تحقيقها بجهود وطنية مخلصة وتسير ثابتة باتجاه تحقيقها